يقول في سؤاله الثالث هل يصح عقد الزواج إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية وما حكم ذلك الزواج إذا تم هذا سبيع عقد الزواج وإن كانت المرأة الدورة الشهرية والعقد صحيح ولكن لا يجوز لزوجها أن يجامعها في الفرج حتى تطهر وتغتسل من الحيض لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله المحرم هو الجماع في الفرج أما العقد عقد النكاح وأما المباشرة وأما النوم معها في المطجع كل هذا جاهز